موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يليق بجلاله وعظمته وكبريائه والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه وخير رسله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات قراءات ومعاني في هذا البرنامج برنامج قراءات ومعاني هذا البرنامج الذي يستهدف القراءات القرآنية المتواترة في اختلاف معانيها وكما قلنا ليس المقصود بالاختلاف هو اختلاف التضاد وإنما هو اختلاف التنوع نبدأ الحلقة إن شاء الله تعالى من سورة التوبة حيث وقفنا في هذه السورة والتي هي آخر سورة من سور القرآن الكريم نزولا نقرأ من الآية مئة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم قرأ الجمهور هكذا والأنصار كما قرأنا بالخفض يعني بالجر عطفا على المهاجرين يعني والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار فيكون وصف السابقين في هذه الحال صفة للمهاجرين والأنصار أما يعقوب الحضرمي من العشرة فقد قرأ هكذا برفع الأنصار والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم والأنصار والذين اتبعوهم على هذه القراءة بالرفع يكون الأنصار عطفا يعني على السابقين يعني السابقون والأنصار فيكون بهذه الحال المقسم إلى يعني يرجع في هذه الحال الأنصار بالرفع يرجع الأنصار في هذه الرفع في حالة الرفع إلى السابقون فيعني يكون هكذا إذن والسابقون والأنصار وبهذا يكون المقسم إلى سابقين وغيرهم يعني خصوص المهاجرين يعني المهاجرون لهم خصوص في هذا الباب طبعا هذه قراءة يعقوب والأنصار الجمهور قرأوا والأنصار أيضا من المواضع التي فيها خلاف في هذه الآية بين القراء في ذات الآية تجري تحتها الأنهار تحتها من غير من من تحتها الأنهار خالف في هذه الآية معظم القراء معظم القراء خالفوا هذه الآية فقرأوها من غير من بنزع من فلم يذكروا من تحتها في غالب المصاحف يعني و يعني في هذا في رواية جمهور القراء فتكون خالية من التأكيد يعني خالية من التأكيد من ويكون خلوه الجملة من التأكيد لحصول حصول ما يغني عنه كما قال أهل اللغة من إفادة التقوي بتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي وأيضا من فعل أعد الذي يؤذن بكمال العناية فلا يكون المعد إلا أكمل نوعه هكذا يعني في التوجيه اللغوي قالوا و مع أن ابن كثير المكي رحمه الله تعالى من القراء السبعة قرأ من تحتها تجري من تحتها الأنهار وهذا موجود في مصحف مكة أي مثبت في مصحف أهل مكة وابن كثير من أهل مكة المكي فتكون هذه القراءة مجتملة على زيادة مؤكدين هذا على يعني قولي الأهل اللغة هناك توجيه لأهل التفسير في هذا فقالوا على قراءة الجماعة تجري تحتها الأنهار هكذا من غير من يعني هي كثيرة المياه فكل موضع أردته نبع منه ماء فجرى منه نهر ولما كان المقصود من الماء إنما هو السهولة في إنباطه بقربه ويسر جريانه وإنبساطه يعني كان هذا ما يتعلق ب يعني النزع الخافض من وإثبات ابن كثير دلال على أن هذا كسائر المواضع طيب قالوا لماذا هذا الموضع بالذات قالوا هذا تخصيص من المواضع الأخرى لأنه يخص هذه الأمة فالله عز وجل يحدث عن الجنة التي تنتظر هذه الأمة من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان فلعل الأمة هنا تخص بجنة هي أعظم الجنان ريا وحسنا فهذا إذن وجه من وجوه التوجيه في مسألة تحتها الأنهار من غير منه وجه آخر أن من تحتها الأنهار إشارة إلى موضع النبع لهذه الأنهار فالمواضع الأخرى كلها تشير إلى أن النبع يكون من موضع ما في الجنة يكون من موضع ما في الجنة أو يعني من موضع ليس هو الموضع الذي هم فيه ودائما النفوس تتطلع إذا رأت نهرا أو رأت نبعا جاريا تتوق النفوس إلى معرفة مصدر هذا النبع من أين ينبع هذا النبع من أين يأتي هذا النهر فهكذا تتطلع النفوس إلى معرفة المنبع فالله سبحانه وتعالى جعل منبع هذه الأنهار في هذه الجنان في هذه الآية تحتهم يعني في الموضع الذي هم فيه فالنبع يكون حيث هم في المواضع الأخرى من تحتها الأنهار فإن النبع يكون من غير الموضع الذي هم فيه ولا شك أن رؤية النهر مع موضع النبع هذا أدعى للسرور ولكمال المتعة في النظر إلى هذه النعمة العظيمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا هذه الجنان وأن يجعلنا من الذين يتبعون السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار بإحسان ننتقل إلى الآية السابعة بعد المئة في ذات السورة يقول الله تبارك وتعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون في هذه الآية الآية 107 نجد أن القراء قد اختلفوا في هذه الواو والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين طبعا الحديث هنا عن مسجد الضرار هذا المسجد الذي بناه المنافقون حول قباء لغرض سيء لينصرف إخوانهم عن مسجد المؤمنين وينفردهم بهذا المسجد من أجل المؤامرات لكي يحيكوا المؤامرات ولكي يدبروا المكائد للمسلمين إرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ومر بألا يقوم فيه لا تقوم فيه أبدا والرسول صلى الله عليه وسلم لما رجع من تبوه أحرق ذلك المسجد تماما يعني فهنا القراءة قراءة الجمهور والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا هكذا قراءة نافع وابن عامر وأبي جعفر قراءة نافع وابن عامر وأبي جعفر من غير واو هكذا من غير واو قرأوا الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين الذين اتخذوا فهنا الذين قرأوا بالعطف والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا هذا العطف راجع إلى الجملة السابقة وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم فهؤلاء المرجون لأمر الله تبارك وتعالى عطف عليهم هؤلاء أي حال المراد من هؤلاء كحال المراد بالجملة التي قبلها والذين اتخذوا مسجدا وهم المرجون لأمر الله وهذا طبعا عندما انقرأ بالواو عطفا على الجملة السابقة أما قراءة نافع وابن عامر وابي جعفر فهنا التنبيه إلى أن الاختلاف هؤلاء غير الذين مضوا الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين هذا لهم شأن آخر هؤلاء لهم شأن آخر ولذلك جاءت جملتهم بالاستئناف من غير واو من غير عطف على الجملة السابقة فعلى كل هذا ما ذكر أهل العلم في مسألة هذه الوافد أنها تكون معطوفة على التي قبلها لأنها مثلها في ذكر فريق آخر مثل من ذكر في الجرائم السابقة لأن الله سبحانه وتعالى عدد جرائم المنافقين في هذه السورة ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخرا سيح هؤلاء الذين يعني تابوا ورجع منهم من رجع ثم ذكر الله عز وجل أن بعضهم مؤخرون مرجون وفي قراءة مرجؤون وكلا القراءتين بمعنى واحد ولذلك لم نقف عندها مثل قوله تعالى ترجي من تشاء وترجئ من تشاء فهنا إذن يعني الله عز وجل قال الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين في الآية التي بعدها مباشرة يقول الله تبارك وتعالى أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أن من أسس بنيانه على شفاجر في انهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين أفمن أسس هكذا يعني بالبناء للفاعل ونصب البنيان أسس بنيانه في الموضعين أما نافع وابن عامر فقد قرأ هكذا أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفاجر في انهار فانهار به إذن مرة بالبناء للمعلوم فيكون يعني البناء للفاعل ومرة يكون بالبناء المفعول بالبناء للنائب الفاعل أفمن أسس بنيانه فيكون بنيانه في هذه الحال يعني نائب فاعل في الموضعين أو أسس بنيانه فأسس هو بنيانه طبعا يعني كأن قراءة البناء للفاعل البناء للفاعل هو إسناد الفعل التأسيس إلى العامل الذي أسس هذا البنيان أسس بنيانه فريق أسس بنيانهم أسسوا إيمانهم أو أسسوا سلوكهم وحياتهم على تقوى من الله ورضوان وآخرون أسسوا بنيانهم على شفاجر في انهار أو جرف انهار فانهار به في نار جهنم وهم المنافقون الذين ما بنوا حياتهم على أرض صلبة من الإيمان وتقوى الله تعالى ورضوانه قراءة البناء للنائب أفمن أسس بنيانه هنا يعني من الذي يوفق لتأسيس هذا البنيان يعني بنية للنائب في إشارة إلى أن المؤسس ليس وحده هو الذي يساهم في هذا التأسيس إنما هناك عوامل أخرى وفي مقدمة هذه العوامل تقدير الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل هو الذي يوفق من شاء من عباده المؤمنين لكي يؤسسوا بنيانهم على تقوى من الله ورضوان ومن جملة ذلك بيوت الله التي تؤسس على التقوى والرضوان وهناك من أضله الله سبحانه وتعالى وزين له سوء عمله فكان ما كان من شأنه في الغواية وتأسيس بنيانه على جرف انهار فانهار به في نار جهنم بعدها الله سبحانه وتعالى يعني يقول في الآية أيضا مئة وعشرة لا يزال بنيانه الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم هكذا قرأ حفص وابن عامر وحمزة بن حبيب نزيات وأبو جعفر ويعقوب هكذا قرأوا تقطع تقطع كلهم قرأوا تقطع بقية القراء العشرة قرأوا إلا أن تقطع قلوبهم بضم التاء العاصم ومن معه قرأوا أو حفص عن عاصم طبعا أبو بكر اللي هو شعبة مع الفريق الآخر الجمهور تقطع هؤلاء قرأوا حفص عن عاصم ومعه قرأوا تقطع بفتح التاء على أن أصله تتقطع أصله تتقطع الجمهور قرأوا تقطع قلوبهم هنا إذن تتقطع قلوبهم تقطع قلوبهم وهناك تقطع قلوبهم ويعقوب له قراءة جميلة أيضا بالإضافة إلى التقطع فإنه قرأ هكذا لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلى أن تقطع قلوبهم لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلى أن تقطع إلى أن تقطع يعني بدل إلا أن تقطع اللي هي إلا الأداة الاستثناء يعني بدلت وغيرت لدى يعقوب إلى الحرف إلى اللي هي تفيد انتهاء الغاية انتهاء الغاية إلى أن تقطع قلوبهم يعني لا يزال هذا الريب وهذا الشك فيما بنوا من هذا البنيان يعني يكون أو هذا البنيان الذي بنوه من النفاق نسأل الله العافية لا يزال كذلك يأكل أفئدتهم شكا وريبا إلى أن يهلكوا إلا أن تقطع قلوبهم أو إلى أن تقطع قلوبهم أي تتقطع هذه القلوب أسفا وحزنا وشقاء نسأل الله السلامة والعافية أيها الأحب الكرام نكون بهذا يعني بهذه الآية قد انتهينا ولما ننتهي بعد أيضا من سورة التوبة انتهينا يعني وصلنا هنا إلى نهاية هذه الحلقة إلى الملتقى في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى هذا وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة